والهدف في النهاية مصر أكبر الدولة تشكل خطر على الكيان الإسرائيلي هي الصيوني هي مصر وبالتالي يبغي يحطموا أركان مصر ويضعفوا الأمة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للإسرائيليين وتقام دولتهم الفرات للنيل كخطو أولى واني هاو نقول قدامكم قدام صفرات الدول الأجنوبية وأعظم الوفود من الدول العربية أنا ناقشوني الفلاسفة اليهود في الندوة هاي اللي عارفين هنتم وقالوا لي برنامج اليهودية هو تهويد شمال أفريقي برنامج الصحيونية تهويد شمال أفريقي قلت له يعني أنتم دولتكم تمتد لشمال أفريقي قال نعم ولكن للأسف قال فشل وتعثر كان يجب أن ينجح طيب كيف من تلبيب تحكم شمال أفريقي قال لي ما وتلبيب العاصم بعد ذلك القاهرة قلت له بالك تقصد القدس قال لا القدس بنحررها ونسلمها للمسيحيين أما الهدف النهاية القاهرة مجمع البحرين شو قال لي أنت ما تعرف من القرآن يقول أنت مش مسلم قلت له ايه مش الله تصدق ما قاله القرآن قلت له نعم قال موسى لي فتاه حتى أبلغ مجمع البحريني أو مضيح قب وين مجمع البحرين قلت له هذا بالك موجود غادي في النهار الأردن بالكثير شرم الشيخ قال العقبة والسويس قال لي لا مجمع البحرين رشيد ودمياط وينما اجتمعوا وهنا القاهرة هذه قال العاصمة اليهودية عاصمة الدولة الإسرائيلية التاريخية اللي بعدها ينزل المسيح توح هذه حكاية المسيح ينزل ما ينزل ممكن نضحك ونقوله خرافة لكن قادة الغرب يمنوا للرصال الدول الغربية يمنوا للعظم بعودة المسيح بعد ما تكون إسرائيل كبرى على انقاض العرب هذه قضية تتعلق بنزول المسيح حسب اعتقاد المسيحيين الغربيين أن المسيح ينزل لما تقوم إسرائيل كبرى وإسرائيل كبرى ما تقوم إلا إذا سيطرت إسرائيل ما هم الفرات للنيل من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى يعني العراق اللي دمروا فيها الآن تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية له وليبيا تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لشمال أفريقيا وكل أصدقاء أمريكا بعد ذلك مهما توسلوا لن تصغي إليهم أمريكا عندها إذن في تلك المحظة لا يمكن أطلب منهم يقدوا مهمة في فترة معينة وبعدين مهما صار مصالح مصالح الغرب ونزول المسيح أهم من ملوك العرب وروس العرب والقمة العربية كلها والصداقات العربية قال لي حتى مش موسى قال حتى أبلغ مجمع البحريني ومضي حقبة قال هل تعتقد أن موسى يعيش أحقاب من الزمان قلت لهم مش ممكن يعيش أحقاب من الزمان يعني يعيش عشرات السنية قال لي طيب ما لم يقول له أمضي حقبة من اللي يمضي حقب معناها قال لي بني إسرائيل ما هو موسى هذه كناية عن أنه بني إسرائيل ولو يمضي أحقاب من الزمان لا بد أن يبلغوا مجمع البحرين يعني ملتقى فرع رشيد وفرع دنياب عاصمتهم لازم تكونوا قاعدة واوه التمهيد واضح هذه مكتوبة بصواتهم في جلسات حقيقية ما خيالية حاضرها ريجن وحاضرينها القادة من الغرب ويتكلموا عن معركة هامر جند واش اسمها هي نعم نعم شو مش دلون هامر جند واش اسمها هي وهم مونين بها إيمان تام إن هذه المعركة ستقع وبعدها ياتي المسيح وامتا تقع تقع لما تقوم إسرائيل على انقاض العرب من شمال إفريقي إلى الشرق لدنا كل الأنهار والمقدسات تكون تحت إسرائيل وعاصمتها القاهرة وتقع هذه المعركة اللي توا ذكرتها وبعدها ينزل المسيح توا احنا مساكين وطيبين نحسابوا هذا خراف وما فيش حد صدقه لما جابونا الفلاشة من غابات إفريقي وقالوا هادو من بني إسرائيل هاي في حد يصدق وقعد يبحث عن الإجناس جاءوا الإسرائيلين قالوا لا هاي قبيلة فلاشة من بني إسرائيل امشوا لفلسطين أرض المعاد الخزر الخزر يعني قوهم ما لهم علاقة ببن إسرائيل أبدا جابوهم منه روسيا وقالوا لمسكنوا تعالوا فلسطين أرض المعاد فهي ليش قامت الدولة هذه أصلا مش قامت عليه خرافات دينية قديمة إن هذه أرض المعاد وأنكم انتم شعب الله المختار نحن نقوله خرافة عام 48 تم عقولة فيها العصر عصر العلم ومش عال ما زال في حد يتكلم عن أرض المعاد ما المعاد ما شعب الله المختار طلعنا نحن المغفلين وتافين الخرافات ما صدقناش فيها الخرافات خلقت الدولة ولعند الآن نحن تحت الخطر من نجل الخرافات من نجل المعركة هذه اللي نحكي عليه وأن إسرائيل لازم تأخذ شمال أفريقيا وتأخذ الشرق الأدنى والأوسط وعاصمتها القاهرة قولوا أنتم هذا خراف الآن المصانع تصنع في الطائرات وفي الصواريخ في ديمونة يصنع الآن في القنابل الذرية والصواريخ النووية ما فيش حد يفتش عليهم ولا يقول لهم وقفوا ويصنعوا في الأسلح الكيموية اللي يبادت العرب ويصنعوا في القنابل الجرثومية في مصانع الغرب وفي مصانع إسرائيليين المعامل تشتغل ليل نهار لتحقيق الخرافة هذه اللي أنتم تحكيوا عليه قولوا خراف هذا يعمل فيه باسم المسيح تدمير ليبيا أرضاء للمسيح تدمير العراق أرضاء للمسيح وإن المسيحية فرع من اليهودية لأن عيسى من بني إسرائيل ويهودي هم الآن يعتبروا بالولاية يدينون بالولاية يعني الغرب يدين بالولاية إسرائيل لأن المسيحية فرع من اليهودية وانتم العرب كفار ومسلمين كفار ومارقين وأن محمد ما هو نبي قالوا لي في هذا الشكل والقرآن قالوا لي هذه شريعة حامورابي كل ذابين أنتم ما في قرآن الله عمر ما يخطب العرب ليش للعرب حقراء ما يخطبهم الله الله يخطب اليهود بس من إسرائيل ومن المسيحيين لأن العرب فيه موقف عنصري منهم تاريخي من الأندلس ومن الفتوحات الرومانية ومن الحروب الصريبية ومن استعمار الغربي الحديد ومن زرع إسرائيل هذه كلها مشكلة تراث ثقافي مشكلة عقدة عنصرية عند الغرب هذه لازم تفهمها الأمة العربية كلها تفهمها الجماهير العربية الحكام ما يهمني يفهموها لما يفهموها لكن المواطن العربي اللي هو مستهدف بالسحق وبليهانة لازم يفهم إن اللي نواجهها الآن مبتداء من الليبيا هو سياسة عنصرية مبنية على ثقافة عنصرية للغرب تكرها العرب وما يقدرونش يقولوا ما فيش ثقافة زي هذه لأنهم يعترفوا بأن هناك ثقافة عدوانية ضد السامية وتستغلها الصهيونية وكل واحد تتهمي بأنه مضاد السامية معناها فيه ثقافة عنصرية تخلق موقف عدائي ضد عنصر معين آه هذي يقولك ضد العنصر السامي فيه ثقافة غربية عنصرية معادلة العرب ما فيها شك أبدا